أنا ريم الهدير أتمنى أن شارك في برنامج أكاديمية ود وأتمنى الشيف تعلمني سمك سهل ونذيذ يناسب منك رياضيين ريم طالبة سمك للرياضيين يعني أنا مني فاهمة خاطرة يتعرف عليها أكثر بس قبل خلونا نرحل فيها أهلي وسهلا فيك ريم هلا بالله فيك الشيف ود حبيبتي الله يسعدك كيف سمك للرياضيين؟ من أنت؟ من إحنا الرياضيين؟ أنا كوتش ريم الهدير مدربة رياضيين 14 سنة ما شاء الله عشان كذا طلبت سمك لأنه هذا الحب حقنا طبعا غير اللحم فأنا طلبت الأصعب شوية أبغا حدي دلعني حدلعك بسمه وما حيكون صحي 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 ما عليش ما عليش شوفي إحنا عندنا ون دي أوف أوكي قوهد يعني اليوم دلعيني مرة اليوم دلعيني حقي طيب إحنا اليوم راح نسوي هالوصفة اللي تقريبا من أول ما بديت البرنامج وانا خاطر أسويها بس كنت أنتظر أحد يقول أبغى سمك ويتركها مفتوحة عشان إيه؟ أسوي هالوصفة سامعة عندنا بالسعودية أكلة اسمها مطفي السمك مهم معرفها مهو هذا يا جماعة أنا مرة مفتوحة أنه من جد في برنامجي قاعدة أطلع أكلات سعودية مو متعارف عليها في المناطق الثانية هذه حالات أنه إحنا نعرف هذه الأكلات اللي كثير لذيذة واللي مهي معروفة حلو طيب إيش هو مطفي السمك؟ مطفي السمك يسوونها أهل الشرقية ويسوونها كمان أهل جزان بس طبعا مختلفين عن بعض أوكي فيه تشابه بس فيه اختلاف في الخضروات وكذا طيب قبل ما نسوي الوصفة خلينا نقول لكم المكونات مكونات مطفي السمك سمن سمك هامور عصير طماطم طماطم معلبة صلصة حمراء فلفل رومي ألوان بصل ثوم زنجبيل كزبرة ورق شبت تمر هندي ناشف بهارات صحيحة لومي هيلحب قرفة ورق غار بهارات البودرة كركم كمون كزبرة بهارات المسمنة ملح وفلفل أسود حسب الرغبة خبز صاج وبرتقال شكرا شكرا